بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الرابع العدادي في هذا الدرس طبعا درس الهذا اليوم وصفحة 12 وكذلك صفحة 13 مهمة جدا جدا عزيز الطالب تحتوي على تمرين D وتمرين E نار وشرار ال D طبعا راح يكون انشاءك أما ال E راح يكون تمرين حول موضوع ال N Directed Questions الأسئلة الغير مباشرة ولو تلاحظ عزيز الطالب انه هذي الصفحة هي Lesson 5 الدرس الخامس لليونت 1 للوحدة الاولى تحت عنوان Asking for Information السؤال او طلب المعلومات Activity A النشاط A Exercise A يقلت Listen أصغي أنتك وضع صح The things على الشياء راشد's mother اللي هي أم راشد wants to know to read and تعرف about بشأنها طبعا عزيز الطالب باختصار شديد أرادت أن تعرف Price How much does it cost إيش قد يكلف هذا واحد بالإضافة إلى أنه مكانها المكان ما لاتها Where is the school أوكي بعد نجي المن نجي للثالث أنه which classes أو do they have art classes هل لديهم شونقو الدروس أو صفوف للرسم فهذه أيضا صح بعد تسألتهم عنه What sports can students do ما هي الرياضات التي يمكن للطالب أن يفعلها أو يمارسها هذا أيضا والبقية ذني لا على الكمبيوتر ولا الذهاب للميوزيوم المتاحف ولا على الفود الأطعمة ذني كلهم ما سيلت عليهم بس ذني الأربعة تخلي حولهم يعني فوقها صح صح وتجوا يا إلمان لتأكس أرسائز بي أو التمرين بي اللي يقلك Listen أصغي to the telephone conversation المحادثة الهاتفية and answer وجاوبنا the questions الأسئلة والسؤال الأول Where is the school أين المدرسة والجواب راح يكون Near بالقرب من Cambridge وكلمة Cambridge اللي هي Cambridge Near بالقرب وهذا جوابها عزيزي الطالب نجي للثانية Do they have art classes هل هم لديهم دروس صفوف للفنية والجواب عزيزي الطالب هو Yes نجي المن طبعا شمدريك بدني المعلومات طبعا بهذا الدرس هو سعادة مصرية لحد الآن بس أودانا مغلس على بهذا الدرس بهذا الدرس هو هنا أنا رح تقريت وغير وجبت لك المعلومات نجي المن نجي للثالث What sports ما هي رياضات Can students do يمكن ما هي رياضات يمكن للطالب أن يفعلها ولو تلاحظ volleyball and basketball تكتبه لهنا عاش تيدك يعني كرة الطائرة وكرة السلة تقدر تضيف and also cycling وكذلك وكذلك سباق الدراجات اللي عجبك بس أنا بالنسبة إلي volleyball and basketball كلش كافية أما هذا هذا تريد الضيفة ضيفة بس إش أحب أنوه إنه هذا التمرين مو كلش مهم نجي المن نجي للنقطة الرابعة ولو تلاحظ عزيز الطالب بالنقطة الرابعة how much does the program cost يعني شنو معناها معناها كم تكلفة البرنامج البرنامج الدراسي اللي هم مقدمين عليه لو تلاحظ عزيز الطالب around تقريبا 1,500 okay bound هاي التكلفة وبالنسبة لهذا التمرين مو كلش مهم عزيز الطالب بس أنا حلة خاف يطلبوه من عدكم نجي المن نجي للسي السي يقول look at انظر الى راشد's application form انظر الى طلب او استمارة طلب من هو راشد on student's book في كتابك عزيز الملون page صفحة 11 صفحة 11 on choose واختر the best answer the best answer يعني افضل جواب طبعا هات التمرين قلت لك هات التمرين مهم ليش تحتاجه بالانشاء واحتمال يجيبوك بالامتحان لو تلاحظ your surname your surname معناه شنو surname اسمك اللقب يعني شنو استاذ اللقب يعني لقبك عشيرتك انت من يا عائلة مثلا واحد نفس ما قلت لك واحد يقول فلاني العراقي اني من بيت قالب فلان اني من العشيرة الفلانية اني من القبيلة الفلانية فهذا اللقب اس هو هو the same as هو مثل شنو شفا هي the same نفس نفس your first name اسمك الاول your middle name اسمك الوسط your title يعني title عنوانك انت شنو المجتمع اوكي your title your family name اكيد your family name زي نستاذ شنو معناها يعني معناها اسم عائلتك لقبك ات شنو اذا جواب هذي نجي المن نجي للنقطة الثانية ولو تلاحظ dob وهذي من ثلاث كلمات اللي هي date of birth اللي هو شنو تاريخ ميلادك مواليدك لو تلاحظ هنا بنقطة اي يقلك born on date اللي هو ولده في التاريخ او today's date تاريخ اليوم وكل date معناها تاريخ تاريخ اليوم او date of birth dob اذا الجواب الصح وهنا يقلك date of program اللي هو تاريخ البرنامج اكيد هذا عزيزي الطالب الاختيار بي رح نجي للثالث which of these اي من تلك date التواريخ would be سوف تكون correct صحيحة for the form للاستمارة الطلب for the form للاستمارة طبعا الاستمارة شو تقول day month year خلي ندور هاي السالف اول شي هذا ما كو شي بالاستمارة ثاني شي هذا الشهر وبعدين اليوم وبعدين year نجي لهذا هذا 23 5 و23 5 وطبعا شوف هاي السنة كاملة 1997 طبعا بالاستمارة لا مختصرة 97 فالجواب رح يكون هذا يعني مو سنة كاملة مثل هاي بس جزء الاخير ولاحظ عزي الطالب هذا باختصار شديد يعني صحيح هذا نجي المن نجي للرابعة ما هو الكود اللي هو رمز البلد المن للعراق طبعا هذا باختصار شديد وكلكم تعرفون عزيزي الطالب اللي هو 964 نحتاجه في تسجيل في العديد من التطبيقات التواصل الاجتماعي خصوصا اذا طلب من عندنا رقم الهاتف بعدها نروح عانياك المن للتمرين دي وتمرين دي هو هذا انشاءك عزيز الطالب شرحت لك بالكتاب صفحة 11 وهس انا مجهز لك انشاء اخر بغير ابكار وبغير تراكيب طبعا يقلك فلاوت املأ ان ابلوكيشن فوم اللي هي استمارة طلب فور يورسول لنفسك فهنا هذا منطوقك عزيز الطالب يا اما يقلك write يا اما يقلك fill out يا اما يقلك write اكتب يا اما يقلك fill out املي واضح الفكرة بس انتبه يعني الاستاذ اذا قلت لك fill out للطالب لازم انت مجهز لهذا الشكل شو مجهز لهذا الشكل اما اذا قلت لك اكتب فهو راح يسول شكل ويكتب كل شي موجود هنا نجا عزيز الطالب لو تلاحظ high application form اللي هي استمارة تشوف high form معناها استمارة application طلب please رجاء print in blue or black ink رجاء نشوف high print معناها اطبع او اكتب بيا لون اللون الازرق او الاسود وهذا الحبر يقصد ink معناها شنو حبر بدن اللون ازرق او اسود ازرق او اسود بعد لو تلاحظ هنا عزيز الطالب عندك surname وكلمة surname معناها اللقب او العشيرة انت من يا بيت اكتب اسم البيت انت من يا قبيلة من يا عشيرة اكتب ولو تلاحظ انا رح اكتب لك السلطاني انت بعد شتري تكتب تكتب دليمي اكتب الدليمي العراقي اكتب العراقي العوادي البصيصي اللي عجبك اكتب عشائر نهواي وكلها محترمة ومقدرة بعد نروح انياك المين نيجي المين للفكرة الثانية شنو معنا اسمك زيد سعد عمر كاظم شنو اسمك اكتب على سبيل المثال انا رح اكتب لك احمد هذا نيجي اللي هو شو نقول تاريخ ميلادك مواليدك مواليدك لو تلاحظ عزيز الطالب 3 4 2007 شوفوا شون كتبه الاستاذ ما كتب 2007 07 هي الدل على 2007 واضحة الفكرة 3 اللي هو اليوم والشهر 4 حسب هذا الترتيب اول بداية اليوم هاليوم بعدين الشهر وبعدين السنة اللي هي 2007 نيجي المين نيجي ادراس شنو ادراس العنوان ومطلوب من عندي بالعنوان شنو الستريت يا شارع بقرب يا شارع انتو معروف ولو تلاحظ انا كاتب المتنبي ستريت شارع المتنبي انه بيريد من عندي الستي شنو المدينة اكيد وين موجود بغداد وهي بغداد بعد لو تلاحظ البوست كود اللي هو رمز البلد واحنا نفس ما اخذنا قبل قليل 964 اما كلمة كونتري فهو البلد ولو تلاحظ اكيد اراك اللي هو رقم الهاتف عزيز الطالب خلنا نعتبر هاتش والتلي عجبك اكتب تريد تكتب رقم كامل تريد نصر رقم تريد شو تريد تسوي تسوي بعد الايميل الايميل مالتك اي ايميل ولو تلاحظ انا مسوي هذا عزيز الطالب واتب كيفك بعد لو تلاحظ لماذا انت مهتم في مدرستنا وانا شي كتبت لك لو تلاحظ انا مهتم بمدرستكم لان يؤفر انتم تقدمون كمبيوتر كلاسز اللي هي دروس للم للكمبيوتر للحاسوب وانت وانت انا اريد اطور وانت احسن مهاراتي اللي هي مهاراتي بالحاسوب صفوفكم صغيرة وكذلك موقعكم مهاراتي مهاراتي حقا مهاراتي 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 اللي قدرت اني الاخصلك واسويك يا عزيزي الطالب طبعا انت تكتبه وتراويه للمدرس مالتك للمدرسة مالتك وديه ست هذا وافي هذا كافي نضيف لبعد اذا قالت لأ كتبي هاي هي اوكي هذا جميل ولضيف بعدها راح ننزل للم ننزل للإكسرسايز وهذا اهم التمارين من بعد الانشاء ليش لأن هذا الاسئلة الغير مباشرة كل شما يقلك ضع الكلمات اللي موجودة بين قوسين في الترتيب الصح لكي تصيغ تجعل الاسئلة غير مباشرة ولاحظ عزيز الطالب هذا سؤال الاسئلة هذا مباشرة هذا يعني ملعب لكرة القدم فلو تلاحظ عزيز الطالب هنا هذا مباشر هذا مباشر اما الغير مباشر هذا شراح نسوى عزيز الطالب هذن الكلمات راح نرتب بالترتيب الصح حتى نصيغ سؤال غير مباشر ولو تلاحظ هذا الترتيب كود وين هالكود هاي كود يو يو هاي يو تال وانت حافظ هاي كود يو تال مي دا عادي اش عندك اف هاي يو الثانية هاي يو الثانية افوتبول بيتش اي افوتبول افوتبول وهاي بيتش وعلامة استفهام لاحظ لاحظ عزيز الطالب هذا ترتيبة بهذا الشكل وانت انتبه لين منزل كلين آني وبعد اكشال ثانية تنتبه لها خاف يطيك مثل هاذ ويقلك سوي لي انت ش تسوي اول شي صيغ كود يو تال مي بعدها تجي بادية فعل مساعدة تخلي اف بادية بادية السؤال تنزله لاحظ بعدها ادو والداز تحذف واكمل الجملة الاخير واخلي علامة استفهم نجي الهايد نجي يا اما كان يا اما كود راح احلك ياها بدون هذا يا اما كان يا اما كود فهي السكان بعدين نجي عندك اداة السؤال تنزل اداة ربط بعدين اللي وشنو المقهى واخر شي اللي هو الفعل المساعد لان نحن دائما نقدم الفاعل نخلي بصف منه بصف اداة السؤال او بصف الف وبالاخير الفعل نجي للثالثة how large طبعا انا حاله وانت تقدر تقاري لهذا وهذا مثلا على سبيل المثال can hire can you hire tell hire tell لاحظ me hire me والى اخر على مستفهم نجي how large are the classes فش راح نقول راح نقول could you ليش قلنا could لان عندي هنا could could you tell me how large هاي الادا بعدين نقدم الفاعل اللي هو the classes are لحظ the classes شنو are ليش خليها الار بالاخير لان الفعل دائما بالاخير زين استاذ ليش ما حذفنا ما يحف غير بس الدو و الدز و راح تشوف هاي الدو شو راح اعذف نجي انتبه لنا اداة السؤال ثلاث كلمات what extra activities كم واحد اثنين ثلاث نجي احنا اش قائل اللي هنا بيا ادا قائل اللي لو تلاحظ بالكان فاش راح اقول راح اقول can you tell me وبعدين اداة السؤال واحد اثنين ثلاث what اك extra activities بعدها راح هذف الدو شو يبقى عدي you offer الي طبعا عزيز الطالب الاول وحدة اذا تردون ترجمة هل انتم لديكم ارضية لكرة القدم اين المقهى اين ما هو او كيف او كم حجم الصفوف شكبر هن نجي الهنا ما هي الفعاليات او الانشطة الاضافية اللي اتوا اتقدموها اما اذا خليتوا can you او could you قبل السؤال راح يصير هل يمكنك ان يعني سوي اكثر تأدبا يعني هل يمكنك ان تخبرني اين المقهى بهاي طريقة عزيزي الطالب هذا بالنسبة لشرح وتفصيل صفحة 13 و 12 انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته